السلام عليكم مرحبا بكم عدت لكم بالحلقة الثالثة من سلسلات مهام سرقة الكازينو الصعبة في جراند اولاين المهم بعد ما قمنا بعملية سكاوت للفولت كونتنت واكتشفنا بأن هناك أموال طائلة ظهرت لنا ثلاثة خيارات يأما خيار سايلنس انت سنيكي وهو خيار التسلل بدون فعل أي صوت كذلك عندنا خيار دبيك كون وهو خيار رابري يوزين تريكس اند ديسكويز وهو خيار خاص بالخدع واعتقد بالنسبة لي أن هذا هو الخيار الذي سأفضله بالإضافة كذلك لخيار الغانز بليزين وهو خيار الأغريسيف يعني الذهاب والهجوم بالأسلحة باق 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 تدمير أي شخص جاء في طريقكم سيكون هناك العديد من رجال شرطة نسبة موتكم سترتفع إلى أكثر من سبعين في المئة ذلك الخيار كذلك أود صراحة القيام بي لأنني أحب المغامرات التارجيت هو ذلك المال ستلاحظون بأن عندنا هناك مربعات لازمنا بعد لما نفتحها وفي هذا المقطع سنحاول القيام بتلك الأمور قبل أن نختار أول صراحة أن أشرح لكم وأظهر لكم جميع التي في إمكانكم الحصول عليها وكذلك سنحاول شراء الكازينو موديل بالإضافة وبينيس بي تلك العلامة الخامسة على ما أعتقد فيها علامة الاستفام لا على مماذا تعني أعتقد إذا قمنا بتلك الأربعة مهام الأولى فإن ستظهر لنا المهام الخامسة التي علينا فعلها تلك الخانة هي فقط يعني خيارية إذا لم تفعلوها فإنكم ستستطيعون القيام بالمهامات الكبرى بلا أي مشاكل بما أنني أحب المغامرات وأحب القيام بجميع التفاصيل لهذا السبب قرأت القيام بالمهام الاختيارية وهل هناك سيارة جديدة من تحديث الكازينو هايس نعم هناك سيارتان جديدتان هاته بالإضافة كذلك لهاته واو هاته رائعة صراحة أعجبتني سأشتريها لكن في مقطعين آخر وإذا أردتم الخروج بصنعة فما عليكم فعله فقط المجيء لهذا الباب بدون أن تصعدوا للأركيد وبعدها الخروج من ذلك الباب مؤخرا صراحة اكتشفت بأن عندنا هنا قاراج برغم أنني شريتها في بعض الأحيان فإنها لا يظهروا في الخريطة الآن علينا اكتشاف طريقات إعادة المهامة لكي نستطيع أولى القيام بالأوبشيونال لأن من اللازم إعادة المهامة إذا المتعيدوا وذهبتم للكازينو حاولتم تصوير عشوائيا فلن تحتسب لكم تلك الصور ولن تستطيعوا إرسالها لليستر الآن دخلت ليستر ويشرح لي هاته الأمور وهاته الخيارات لا يهمني أصلا ما يقول ليستر في هاته الأثناء أود أولا القيام بالمهام الاختيارية وبعدها سنركز على المهمات الكبرى بعدما انتهى ليستر من هرائه آآ عليكم اختيار سكوب آوت كازينو مرة أخرى وبعدها اختيار لانش ميشن بعيد الطريقة سنعيد تلك المهمة وسنصور جميع الأمور التي لم نصورها سابقا من بين الأمور التي عليكم تصورها هي مقدمة الباب من سلا صراحة نصورها لأن ستظهر لكم العلامة في الخريطة بالإضافة كذلك لهذا الحارس عليكم تصوره وكذلك هاته الكاميرا يجب تصور هذه الكاميرا في المرة السابقة لقد نسيت لم اصورها وبعدها أرسلوها بالنسبة لي أنا لم اصور هاته الكاميرا لكنني صورت كاميرا أخرى وارسلتها للستر. سستطيعون كذلك تصور أحد الموجودون في ذلك الباب هناك. شاهدتموا. ذلك الباب هو اقرب باب تقريبا يمكنكم تصور ذلك وهناك باب خلف من هذا الكازينو في الخارج. لكن الان سندهب لغرفة لان علينا تصوير احد الامور السرية هناك في تلك الغرفة. ويمكنكم كذلك تصوير هذا العالم اعتقد اذا لم تصوروا ذلك السابق. فاعتقد سيحتسبوا لكم هذا. وهذه هي غرفة هنا غرفة لن تشك فيكم ابدا اذا صورتم مكتبها. واصلا هي غير موجودة. شيء رائع. عليكم تصوير المكتب بهذه الطريقة. وارسلوا الصورة لليستر. هذا هو البلين الذي صورناه وسيسهل علينا المأمورية كثيرة اثنائية من ابيل هايس وها هي ميسيس بيكر. هي جالسة اصلا تستريح. الان بعد ما اخذنا تلك الصورة من غرفة ميسيس بيكر علينا العودة مرة اخرى للاليليفيتر والصعود للسطح. في السطح صراحة هناك العديد من الامور لمعقدة التي علينا اخذ صورها. وووو ظهرت لنا كاتسين غريبة جدا لم اتوقع ان هذه الكاتسين ستظهروا من ذلك الشخص. بروسي اعرفه لكن ما ذلك الشخص الاسود. من الممكن انه مغني راب مشهور. عدد الحراس حوله هائل جدا. ولما دلمي اهتم بيا اي احد. تعالوا تكلموا معي. انا مستثمر كبير عندي النصف في هذا الكازينو. غريب كاتسين عجيبة جدا. يمي تحتش معي اي احد لم يعبرني اي وفي الاخير ذلك الرابر اخذ قنينة شامبين وذهب. يوسكوبد سيليب. اوه كذلك هذه الشخصية المشهورة فانها مهمة جدا. لهذا السبب تذكروا ان عليكم اصعد لروف. لم اصعد لروف المرش سابقا لانني اردت القيام بمهمتان. علينا اخذ صورة هنا. نعم لهذا الباب. فهمت. صورة هذا الحارس بالاضافة كذلك لهذا الباب. هذه الصورة مهمة جدا. هانذا ارسلتها لليستر. والان اعتقد علينا اخذ صورة احد الكاميرات. اذا لم تكني الذكرة هي موجودة في هذه الضفة. نعم ها هي الكاميرا. ساصور الكاميرا مع الباب. على هذا الشكل. في فريم واحدة. تم ارسلها لليستر بنجاح. واعتقد بان انتهينا تقريبا. ولكي انت اكد من اننا ارسلنا لها تلك الكاميرا وليس هذا الباب. ساعمل زوم على الكاميرا لكي تظهر لوحدها. وساعيد ارسالها لها. نعم. في امكان ارسالها. يعني عليكم اخذ صورة لهذا الباب على ما اعتقد وكذلك لتلك الكاميرا لوحدها. المهم هذا ما فعلته. ولكي نحذف الشك نهائيا ساخذ صورة لهذا الباب. ان في تلك العلامة الحمراء هناك. لا اعلم ماذا. يعني اه الفاير اللارم. ممتاز. ساخذ صورة مع الفاير اللارم. ارسلتها لليستر. بامكانكم يا سيقا اخذ صورة لذلك الباب. اوه هناك غارد. رأيته ذلك الحارس. حسنا ساخذ صورة للحارس بالاضافة للبابان معا. الفاير هوز. هم تلك الفاير هوز. والفاير اللارم كذلك. ارسلتها لليستر. هناك باب مهم جدا في الخلف. هو هذا. بالقرب من ذلك السلم. ساخذ صورة للباب بالاضافة للسلم. لكي ابين لليستر ان هذا السلم نستطيع استعمالها. لا يحتاج لليستر هذه الصورة. لا يمكنني ارسلها له. الان اعتقد بقيت لنا اخر صورة وهي الخاصة بالهيليبباد. لكي نبين لليستر بان هناك هيليبباد. وكذلك اسفل من ذلك الهيليبباد هناك باب سري. لا استبعد اننا نستطيع استعمال ذلك الباب في الهروب. او الدخول للكازينو. نعم بالفعل. يمكنكم ارسل هذه الصورة للسلم. والان لا استبعد ان ليستر سيحتاج صورة للضفة الاخرى. لان في الضفة الاخرى عندنا هناك باب سري. هو هذا رأيتمها. ناخد صورة فقط لكي نحديف الشك. وبالفعل نستطيع ارسالها لليستر. وهناك عدد هائج الدنصر احتنا من المناطق التي عليكم بفعل لها. اذا قمتم بسكاوتين فان المهمة ستكون سهلة في المستقبل. اذا ما تفعلوا هذا سكاوتين ستستطيعون بالفعل فعلها لكنها ستكون صعبة شيئا ما. وبعد هذا الاجتهاد كله واخد جميع تلك الصور اعتقد الان سأظهر لكم الصور الاخرى. استعملوا البراشوت. وقد استعملت البراشوت كيف ندع? شيء لا يصدق اللعبة مرة اخرى لقد غشتني. ضيعت البراشوت هباء من شرع وفي الاخير لقد مت. الان سأظهر لكم الباب الخلفي الذي قمت بتصوير هذا القاراج لا يحتاجه لليستر. بعدها قمت بتصوير هذه الابواب. هذه الابواب مهمة جدا. سيحتاج لليستر ان يعيدوا تصويرها مرة اخرى. فقط لكي ننزع الشك. وبعدها يجب المجيء لهذه الضفة هنا. وتصوير هذه الابواب. وارسالها لليستر. جيد. الان اخر منطقة هذه المنطقة صراحة هي سيري القليل من الاشخاص هم الذين يعرفونها. وهو نفق موجود اسفل من الكازينو. هذا النفق موجود تقريبا هنا. وهذا هو القاراج سيري. رأيتمه. لان من هذه المنطقة يتم ادخل تلك السيارات ويتم تحميل الاموال. ولا استبعد ان طريقة ستقوم بتفجير هذا القاراج. اوه هناك كاميرا. سارسلها كذلك لليستر. لكي ابين لا بان هناك كاميرا بالقرب من ذلك واخرا وليس اخران عليكم اخذ صورة اسفل من الانفق. نعم صراحة هذا شيء لا يصدقه العقل. هذه الانفق لا اعلم كيف. لكنها ستأخذنا مباشرة اسفل من الكازينو. وخصوصا هذا النفق الاول. اخذوا صورة له وارسلوها لليستر. قلت لكم بان هذه الانفق فيها العديد والعديد من الاسراء الخطيرة وبالفعل. ذلك النفق في ان سيأخذنا مباشرة للفولت اسفل من الكازينو. وبهدف اننا سنكون قديمة هنا تقريبا وصورنا جميع المناطق التي يستطعوا ليستر يستعمالها في تخطيط للقيام بهذه العملية. وبعد ما عدت للاركيند اتصل بذلك الغبي. ذلك الرابر يونج انسيستر. كيف عرف بانني اريد سرقة؟ غريب. انا الان اتساءل من اخبار هذا الشخص ذلك الرابر بانني اريد سرقة الكازينو. قال لي بان سيساعدني لكن علي دفع المال. وبهذا كما تشاهدون قمنا بعمل سكوب ال اكسيس بوينت. جميع الاكسيس بوينت التي قمنا بتصويرها ظهرت صورها الان. وهنا وهذا يعني اننا اكتشفنا جميع المناطق السرية التي نستطيع استعمالها في الولوج للفولت وصريقة المال. هناك مشكلة واحد فقط الان هو ان مهمات لا استطيع مع الاسف اعادتها لكي نستطيع نهاء مهمات. لست متأكد هل في امكاني العودة للكازينو والتجسس بدون اعادتات المهمة ساكتشف هذه الامر وراء من الكاميرا. المهم سنشتري الموضل لان في امكانكم شراء هذه الامر بسهولة تامة فقط اختيار خانة الاكستراز. والضغط على سبيس. نضغط على سبيس مئة وثلاثين الف دولار لكي اشتري تلك الاكويبمنت. وكذلك في امكانينا شراء دور سكيوريتي. اربعمائة وخمسة وعشرين الف دولار ممتازها انا دل قد اشتريتها. وبهذا ستلاحظون باننا اتممنا تلك الخانة بنجاح. بقيت لنا فقط تلك المهمة التي فيها علامة الاستفهام لا اعلم ماذا تعني بالضبط الان عليك اكتشاف طريقة اعادة لكي نستطيع انهاء طريقة عمل سكوب فانها سهلة جدا عليكم فقط تهكير الكاميرات وبعد تهكير الكاميرات يجب فقط تدوير الكاميرا لاتجاه المعاكس وبهذه الطريقة ستستطيعون انهاء هذه المهمة. مشكلة لماذا لم انهيها في الحلقة السابقة لانني قمت بها بسرعة. دورت الكاميرا فقط حتى وجدنا المال. رأيت مكان المال فانهيت المهمة. لم اغير لي الكاميرات الاخرى لكي اكتشف المناطق الاخرى. اذا فعتها فانني سستطيع انهاء سكوب البيو اي. وانا الان احاول اعادته مع الاسف لا استطيع. بعدش رأينا تلك اللوازيم ها هي خريطة الكازينو. طبعناها على شكل تريد دي. لكي نسهل تعالينا الماموريا. وليك الاشخاص بالازرق. فانهم هم الحراس. ندخلو هنا وسنكتفل في امكاني اختيار تلك المهمة بالضبط واعادتها ام لا. مع الاسف لا توجد خانة في خانة يعني الحل الوحيد هو اعادتها في الهاتف اذا استطعنا. لان مع الاسف لا يمكنكم اصدقائي اعادتها اذا اخترتوا مثلا في امكانكم اعادة فقط وهذا يدل على ان اذا قمتم بها ولم تدوروا جميع الكاميرات لكي تكتشفوا الابواب سرية اخرى وتلك الامور. فمع الاسف تلك المهمة التانوية الخاصة بسكوب البي او اي لا يمكنكم مع الاسف انهاؤها. واذا اردتم اعادة سبب استعمال الهاتف. فمع الاسف لا يمكنكم اختيارها في الهاتف. لهذا السبب السكتف فقط بيده في هذا المقطع اتمنى ان اعجبكم بقيت لنا فقط هذه الخانة الثالثة هناك اسفل من دور سكيوريتي. اعتقد انها عليكم انهاء سكوب البي او اي لكي تظهر لكم تلك المهمة الخامسة التي فيها علامات الاستفهام. وبعدها فانكم تستطيعون شراء هذا الامر الثالث او هذا الشيء الثالث. صراحة ما اعتقدوا هناك كذلك سير ان شاء الله سانشره معكم لكن في الحلقة القادمة سكتشفوا فقط بيده في هذا المقطع اتمنى ان اعجبكم ما سلامة يا ريب. اشتركوا في القناة